طيب نأتي إلى بعض الآثار المروية عن السلف حتى تعلموا أن العلماء تكلموا فيها يقول الأوزاعي رحمة الله عليه من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام بشوفوا قضية مسألة مش سهلة رأيها العلماء شددوا فيها القول من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام نوادر العلماء هي الأمور التي تكون معدودة في الزلات وفي الأخطاء لأنه ما من عالم إلا ويصيب ويخطئ مهما كانت درجته ومهما بلغت رتبته حتى الآئمة الكبار الذين أجمعت الأمة على جلالتهم وفضلهم وإمامتهم كالآئمة الأربع ففي أقوالهم ما ينتقد وما يضطرح وما لا يؤخذ به كما قال مالك رحمه الله إمام داري الرجرة ما منا من أحد إلا وفي قوله ما يأخذ وما يترك قول ديالوكين فيه ما تعمل به لأنه موافق للدليل وفي قولها أيضا ما ينبغي أن يترك لأنه مخالفون للدليل إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحجرة الشريفة التي دفن فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فقضية العلماء لا بد أن يختلفوا في الأمور ولا بد أن يكون في أقوالهم سقطات ولا بد أن يأتوا بقول شاذ في بعض المسائل فتصور دبا اللي كيتتبع نوادي العلماء كيمشي لهذه الأخطاء وتيبدأ يجمعها تصور دبا العالم كيكون عنده مئات المسائل التي أصاب فيها ووافقها فيها الدليل وكيقام مسائل معدودة أخطاء فيها وتمشي يقلب على ذلك الزبلة تيطح له تصور شي واحد دبا غدي وهز ذلك شيء مزيلا وذلك طح له شيء زبله وتيجمع هو كي يعبد الله عز وجل بهذه الأخطاء ديال العلم فيصير أخطاء العلماء وزلاتهم دينا يتعبد لله عز وجل به وشفتوا تصورتوا معينا مسألة من أخذ بنوادر العلماء خارج من الإسلام وهذا أخرجه البيهقي في السنان الكبرى بسند حسن هذه قصة ذكرها البيهقي أيضا وذكرها الذهبي في سيار إعلام النبلة عن إسماعيل بن إسحاق القاضي وهذا من أئمة المالكية الكبار إسماعيل بن إسحاق القاضي قال دخلت على المعتضد دخل على هذا الخالفة دخلت على المعتضد فدفع إلي كتابا نظرت فيه يعني قال لي شوف دكتر قراش فيه فأخذه إسماعيل وقرأ فيه وكان قد جمع له الرخص من زلل العلماء يعني جشه واحد بدأت يجمع له الرخص يعني زلل العلماء شذودات العلماء أخطاء العلماء بدأت يجمعهم له يعني يريدوا أن يتقرب إلى الخليفة وهذا فعله يعني علماء السؤ الذين يدخلون على ولاة الأمر ويبتغون ما في أيديهم فيتقربون إليهم بمعصية ربهم على الزوج ومما ذكروا أن رجلا من هؤلاء يعني علماء السؤ دخل على بعض الخلفاء وهذا الخليفة كان يحب اللعب بالحمام وطبعا اللعب بالحمام منهي عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود وفي الأدب المفرد للبخاري رأى رجلا يعني يعدو ورأى حمام واحد الحمامة غدية هو تجرم ورأى فقال النبي صلى الله عليه وسلم شيطان يتبع شيطانه شيطان يتبع شيطان وهذا ممن علمه يعني بالتجربة أن الذي يتعاطى اللعب بالحمام فإنه يلهو وينسى الواجبات ويستغرق جل وقته وربما ضيع الجماعة والجمعة وغير ذلك من الواجبات فهو بكي يتقرب لهذا الخليفة ذكر له حديثا أصله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدرج كلاما من عنده ليتقرب إلى هذا الخليفة طبعا الحديث الصحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر لا سبق يعني قضية المسابقة والمنافسة تكون في هذه الثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خف يعني سبق الجمال إلا درتي الجمال وبدو كيتسابقوش كل سبق مزيانة هذه مشروعة لأنها من الإعداد للقاء العدو قضية النصل إلا جهو الناس كيتباروا مثلا في الرمي بالقوس مثلا يرمون بالسهام عن القوس فكيرموش كل كيصيب الغرض هذا أيضا من آلة الحرب التي يحتاجها المجاهد في سبيل الله فهو أمره مشروعا أيضا وقضية الحافر وهو السباق دي الخيل وهي أيضا الظهور التي يركب عليها من أجل الغزو ومن أجل فتح الأمصار والأقدر إذن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أجزد في هذا المخذول قال لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح ويدخل هذه التهية ليتقرب إلى الخليفة فهذا الرجل هذا جهش واحد وكتب له هذا الكتاب واجمع له الرخص بش يرضع له ويصله ويقربه قال وقد كان جمع له الرخص من زلل العلماء وما احتج به كل منهم لنفسه فقلت له يا أمير المؤمنين مصنف هذا الكتاب زندق مصنف هذا الكتاب زندق يعني هذا اللي اجمع لك هذا الكتاب هذا زندق من الزندق هذا زندق من الزندق فقال لم تصح هذه الحديث واجمع هذه الحديث ما صحيحاش قلت الأحاديث على ما رويته لا لا حدث رأي صحيحة ولكن من أباح المسكر لم يبحي المتعة ومن أباح المتعة لم يبحي الغناء والمسكر وما من عالم إلا وله زله ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها ذهب دينه فأمر المعتضد فأحرق ذلك الكتاب يعني كان فيه خير اللي اسمع نصيحة العالم واسمع يعني التعليل أخذ ذلك الكتاب فأحرقه إذا نشوف هذا الشيطين دابن لك يديروه الناس جمع له أخطاء العلماء يعني ذكر له إباحة المسكر على مذهبي أهل الكوفر فكانوا يبيحون النبيذ يقول لك يعني الخمر اللي حرام من العنب لكن إلا كانت من شعير ولا من شي من شي حاجة من شريحة ولا شي حاجة أنا لا بأس فأباح له هذا وأباح له الغناء على مذهبي بعض فقهاء المدينة وأباح له يعني المتعة على مذهبي بعض أهل مكة يعني متعة النساء وهو أمر كان في أول الإسلام ثم نسخ يوم خيبر كما جاء في حديث عليم رضي الله عنه يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم يوم خيبر متعة النساء ولحوم الحمر الإنسية لحوم الحمر الأهلية إذن إلى جاشي واحد وقال لك هذه مباحة وهذه مباحة ولفق بين المذاهب وجمعها فهذا قد جمع أخطاء العلم إذن أحرق هذا الكتاب وعن سليمان تيمي قال لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله بل ذهب بعض العلماء إلى أن صاحب هذا يفسق كما حرره ابن النجار رحمه الله تعالى قال يحرم على العامي تتبع الرخص ويفسق به أي يصير فاسقا يصير فاسقا إذا تتبع الرخصة إذا تتبع الرخصة دي العلماء يقول الغزال رحمه الله تعالى كما في المستصفى ليس للعامي أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده فيتوسع هذا ليس للعامي أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده فيتوسع تقلب على شيء حاجة لك توفقه وكي توسع فيها وطبعا المسألة واضحة يعني مثلا المثال يعني يأتي إلى مسألة يقول فيها أحمد ابن النحن بن رحمه الله حرام الشافعي يقول فيها مكروه ومالك يقول جائز فيأخذ برأي مالك لأنه جوز المسألة فإن جاءت مسألة أخرى وقال فيها مالك حرام وقال أحمد مكروه وقال الشافعي جائز يأخذ برأي الشافع لأنه دائما هو تابع هذه السهلة لا يتقييد من ذلك لذلك العلماء يقولون واحد كلمة ومن الأمانة ذكرها ونشرها يقولون بأن التقليد المنضبط خير من الاجتهاد المتفلت تقليد المنضبط شيء واحد يلا تبع تقليد مع أننا لا نقول بالتقليد أصلا ولكن شيء واحد يلا تبع واحد المذهب قال لك أنا سيدي ونتبع المذهب دي المالك أنا ما عندي علم ما عرفه وهذا ينجزه العلماء للعام الذي لا يفقه شيئا ولا ينظره في الأدلة تقول لك أنت لا تبعتي واحد المذهب لا باش ما عندكش هذاك جهدك تتبع المذهب ولكن تتبع المذهب في رخصه وفي شدائده وعزائده فكل مسألة المذهب التي يرخص فيها مالك ترخص بطرخصه وإذا شدد فيها مالك فلا تنتقل من تشديد مالك إلى ترخصه أبي حنيفة لا يحرم عليك ذلك إذا لا يجوز للعام أن يتنقل بين المذاهب طلباً لما يهواه لذلك قالوا التقليد المنضبط خير من الاجتهاد المتفلت لأن الاجتهاد إنما يكون لأهله نحن مش نقول للعامة اجتهدوا وشوفوا الأقوال ونعرضوها ده باكين بعض الجهل ممن لا يقيمون للدين وزناً يظهرون على بعض القنوات فيعرضون المسائل عرضاً ويذكرون شواذ الأقوال والمطمور منها والمغمور فينشرونه ويتركون لعامة الناس الاختية يقولوا المسألة وده برد حكو عليكم وكانوك يربيكم على القول الواحد والمسألة رأيها ثلاثة الأقوال والأربعة كانوك يقول لكم الغناء حرام والموسيقى حرام هادوك الموتى شديدين آجي واجي نوريكم شحل فيها ركاين فيها فلن قال فيها دواجي تشوف ابن حزم واجي تشوف ابن حزم وكيف رضع لحجج الذين قالوا وكيف ضعف الأحاديث لي في بخاري وكيف داروا وكيف داروا وكيف داروا فيجد المسلم يعني هواه في ذلك هو أساس علي الغناء كي هو المهم راكي كي العلماء اللي قالوا بها ترجمة نانسي قنقر